موسيقى التطبيع رد الشيء إلى طبيعته كأن العلاقة بيننا وبين اليهود علاقة سلم وعلاقة محبة ثم اعتراها شيء من الضيق وبعد ذلك ترجع إلى طبيعته اليهود بنص كتاب الله عز وجل قتلت الأنبياء سفاكوا الدماء اليهود هم الذين اعتدوا على مقام الألوهية حين قالوا ياذو الله مغلولة إن الله فقير ورحمة وغنياء اليهود هم الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات ولكن لا يستنميز بين اليهود والصهاينة حاليا لا الأصل بأن اليهود هذا طبعهم إذا وجد فيهم من ليس بهذه الصفة استفناء نعلم بأن اليهود ينشئون أطفالهم على كراهية المسلمين على قتل العرب على أنهم يدربونهم على الأسلحة بأنواعها ولذلك الآن تجد بأن هذه الدولة التي سكانها خمسة ملايين أو ستة ملايين تجد بأن الجيش يمثل مليونا والاحتياط مليون بينما تجد الدول المسلمة يفرض عليها أن تقلص جيوشها ويمنع تربيتها على القيم الإسلامية القيم الإسلامية محاربة في الجيوش المسلمة بينما هناك يلقنونهم المفاهيم اليهودية التوراتية يسمون دولتهم إسرائيل باسم يعقوب ويحدثون عن الهيكل وأرشليم وأرض المعاد وما إلى ذلك من مصطلحات دينية ترجمة نانسي قنقر